يصف محللون ومراقبون دعوات بعض القوى السياسية إلى حل البرلمان والانتخابات المبكرة بأنها عزف عكس الأوتار كون أن القاعدة الجماهرية قبل ستة أشهر مختلفة تماما عن الواقع الحالي حيث خسر غالبية الناخبين ثقتهم بالسياسيين لذلك لن يذهبوا إلى صندق الاقتراع مرة أخرى خاصة وأن أحدا لم يفكر بمصالح المكونات التي انتخبتهم ويقول مختصون أن الوضع الراهن أشبه بصراع بين جيلين أي نصاب سياسي وأخر دستوري سواء تعلق الأمر بإنهاء نفوذ قوى 2003 التوافقية على أسس المكونات أو منح جيل انتخابات تشرين حق المراهنة على الخيار الوطني بإدارة المرحلة المقبلة وهو نقطة الخلاف الجوهرية التي تدفع إلى مواجهة جميع الاحتمالات بما فيها حل البرلمان حسب وجهة نظاري الخبير الدستوري والقاضي السابق لطيف مصطفى الذي حدد طريقين لمعالجة الانسداد السياسي في حال فشل البرلمان في تمرير رئيس الجمهورية أحدهما حل البرلمان موضحا أن الحل الأفضل والأكثر الدستورية أن يطلب ثلث أعضاء البرلمان حل المؤسسة التشريعية بتصويت ما لا يقل عن 165 نائبا وهو الخيار الذي لا تقبل به جميع القوى السياسية ما يظهر أهمية البحث عن حلول بديلة بعيدا عن مجسات الأثقة الحالية ترجمة نانسي قنقر